أكدت وزيرة التضامن الاجتماعيين بين القباج أهمية الدور الإنساني الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل مصر وشاركة المتمرة مع الهلال الأحمر المصري جاء ذلك خلال استقبال القباج وفدا من البعثة الإقليمية لللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط برئاسة مدير البعثة الإقليمية فابريزيو كربوني حيث استعرضت الوزيرة جهود الهلال الأحمر المصري منذ بداية جائحة كورونا واستجابة المتطوعين في جميع محافظات الجمهورية وتقديم مختلف الاحتياجات الإنسانية وتخفيف العبء على أفراد المجتمع